وأكد الرئيس السيسي أن الأزمات العالمية المتلاحقة من جئاحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية أضفت المزيد من الصعوبات التي يلاقها العديد من دول العالم خاصة الدول النامية ومن بينها مصر وشدد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم لا أحد يستطيع المساسة بنا طالما نحن على قلب رجل واحد أنا بتابع مواقع التواصل وبتابع أيضاً الرأي العام ولقيت أن خلال الأحداث اللي فاتت دي أن بقى في مصر يقولوا يا إيه الحكاية والأمور ابتدت تقلي أكتر وتخوف أكتر وأنا عايز أقول لكم على حاجة وبعدين إحنا هنعمل إيه حد قال كده يعني أولاً أنا سمعت الكلام ده بيتقال كلمة حولها لكم ما بتتغيرش مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة في المنطقة عندنا أو اللي موجودة في العالم كل مهما كانت شوفوا طول ما نحن على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معنا حاجة مهما أول أننا يعني أنا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أكد عن نقطة دياً معاكم في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تأثيره علينا تأثيره علينا إيه ولا حاجة ربنا هو اللي ربنا اسمعوا كلامي من فضلكم أنا عايز أقول لكم كلكم الكلام دوت طبعاً 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 وشعب مصر كله مش عمال مصر بس اسمعوا كلامي أنا أتكلم على أن مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه طالما أننا هنا في مصر كشعب متمسكين كده ولا فيه أي مشكلة ونقدر نعدي أي حال ده موضوع مهم